بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله راح نتحدث عن شيء اسمه No Conflict في الجي كوري مكتبة الجي كوري مكتبة جميلة لكن هناك مكاتب أيضا جميلة ممكن أنت ما تستغنع عن الجي كوري لكن ممكن أن تبي تستخدم مكتبة أخرى مثل No Tools أو مكاتب أخرى في الجافا سكريبت ما نبي نعدد لكن المكاتب هناك تشابهات فيها مثل أسماء functions مثل global الخاص فيها طيب إذن المكاتب هذه لما تكون متشابهة في الأسماء أو متشابهة في الجلوبال وهذا راح يصير فيها تضارب إذا مثلا اندمجتهم مع بعض مثلا وضعت تخلونا نجي لمحررنا مثلا وضعت جي كوري وجيت كتلة أيضا بضمن Mo Tools طيب ما Mo Tools أيضا تستخدم Global هو Dollar Sign Global يعني شيء عام هو عام لها لاستخدامها مثل Dollar Sign وأيضا في نفس الوقت الجي كوري تستخدم Dollar Sign يعني هالمعقولة بستخدم Mo Tools بال Dollar Sign والجي كوري بال Dollar Sign ممكن يصير تضارب مثلا لما استخدم Hide لأنه ممكن تلاحظ في Mo Tools كل ما سمعها Hide فهونا يصير تضارب أوكي يصير تضارب بين المكتبتين وما راح تعمل يعطيك أخطاء في الجافا سكريب لذلك هناك في شيء اسمه No Conflict في الجي كوري No Conflict ما هو No Conflict يسمح لك بشيئين إما بأنك تقدر تقير Global اللي هو Dollar Sign اللي احنا نستخدمه كSelector عام طيب هو ليس Selector هو معناته جي كوري Global هذا معناته جي كوري هو يعادل جي كوري طيب Global يعادل جي كوري لكن أنا استخدمته كSelector لأن عادة هو يستخدم مع الاختيارات مع الدف بهذا الشكل طيب لكنه هو في الأساس هو معناته جي كوري يعني ممكن تكتب جي كوري بهذا الشكل لكن يفضل بالدولار عسى تختصر عليك الوقت المهم الآن نبي نحول هذا الـ Global الدولار ساين اللي احنا نستخدمه مثلا بدول اقوله Select بهذا الشكل ديف استخدمه باسم من عندي مثلا سمي يوسف مثلا سمي فهد اسم على أي اسم غير الدولار ساين عساس لا يضارب مع المكاتب الأخرى فشلو نسمي أو كيف نسميه باللغة العربية الفصحة تروح تعمل لك variable تقول VAR سمي أي اسم مثلا بسميه J ممكن تسمي أي اسم راح اقول انه يساوي جي بالسمال كيو كابيتل ويري بعدين تقوله dot بعدين تقوله no conflict بهذا الشكل وتبدأ الآن في التعامل مع الجي كوري بهذا الشكل معناتها انه راح نغير معناتها راح نغير الدولار ساين الى جي يعني جي هي راح تعادل دولار ساين ومن غير مشاكل خلاص دولار ساين لغيت ممكن الآلة ما تستخدم موتوز تستخدم معها دولار ساين أو أي مكتبة ثانية تستخدم دولار ساين تستخدم معها دولار ساين طيب ما في أي مشكلة إذن هذه طريقة لتستبدال الدولار ساين باسم من عندك مو شرطني يكون جي فقط ممكن تسميها أي اسم يوسف أحمد أي جي بس أنا بكتبها جي اختصار للجي كوري كابيتل طيب طيب لكن هي بالأساس no conflict مخصصة للتضارب لكن يفضل استخدام الدولار طيب طيب نيجي الآن قلنا جي يساوي no conflict وإلى ما خلافه تيجي الآن تقول مثل إذا بنشئ الآن راح أقول جي فونكشن وبهذا الشكل وأقلغ الفونكشن وأبدأ كتابة الجي كوري من غير أي مشاكل واستخدم الجي خلاص بدير الدولار ساين جي بهذه الطريقة اللي احنا خذناها في المحاضرة السابقة يوم قلنا في هذا الشكل لماذا نستخدم بهذا الشكل بدال اللي هي document ready اللي هي خذناها في أول محاضرات استخدمها لهذا الغرض جميل جي كوري بهذا الشكل هذي معناته أنا document already يعني ready جهز أو loading دوم loading خلاص طيب طيب الآن جي مثلا خلونا نقول مثلا عمدي ديف 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 على سبيه مثال نبي نتعامل نسميه مثلا class test I love jquery طيب طيب أبي إذا ضغط على class test يحول لي I love jquery إلى اللون الأحمر إيش أقول له ما راح أستخدم دولار أستخدم جي أقول test عفوا class test dot click إذا تم ضغطه function أبدأ في روح أقول له مثلا مو دولار جي مثلا راح نقول له css مثلا this طبعا لي ما يعرف this إحنا شرحناها طيب فاصلة red إذا إذا ضغطها أصير لون أحمر refresh راح اللاحل أضغطها باللون الأحمر إذا أتمنى وضحت فكرة no conflict في jquery إنها تغير من علامة dollar sign لكي تستخدمها بالاسم اللي أنت تسميها مثلا جي أو أي اسم ثاني هذا بالنسبة لي no conflict والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته